من ساوث هامتن لتوتنهام وكونتي والسكواد اللي بقى ضخم جدا ممكن تلاقي فيه روتاشن يخوفنا شوية لوريس بخمسة ونصف مليون انا شايف انه غالي قوي ممكن تجيب هراس مارما اليسن لو انا بخمسة ونصف مليون احسن لي او ادرسن المدافعين تيريزيتش واحد من اللعيبة اللي يعني تقلقت كثير جدا مع كونتي لكن عنده مشكلة ان سيسينيون وفي حالة عودة رجليون مرة تانية ممكن تلاقي فيه روتاشن قوي وبالتالي فيرزيتش مايكونش ضامن مكانه والعيب غالي خمسة ونصف مليون اعتقد كتير قوي في اسعار المدافعين اللي موجودة دلوقتي داير ممكن يكون حل يعني اسلم منه شوية خط نصف توتنهام صن ومافيش الا صن حدش يروح يجب لي لا كولوسوفاسكي ولا لوكاس مورا كل اللعيبة دي ممكن تتعرض لروتاشن بعد التعاقد مع ريتشولسن ممكن تلاقي ان قدام صن الى جانب كين الى جانب ريتشولسن في اوقات الى جانب لوكاس مورا الى جانب كولوسوفاسكي كل العيبة دي مش مضمونة بالتالي توتنهام قدام يعني صن وقدام كين محدش يجود ويفكر في اي حاجة تانية غير الابنين دول